خلص تحقيقنا أمريكي لأن مقتل مدنيين في سوريا عام 2019 إثر غالة على بلدة الباقوز شمال شرقي سوريا ليس انتهاكا لقانون الحروب وكان الجيش الأمريكي فتح تحقيقا حول عملية لوحدة أمريكية خاصة كانت تعمل في سوريا شنة ضربة جوية على بلدة الباقوز في محافظة دير الزور في الثامن عشر من مارس عام 2019 حيث كان يعتقد بوجود عناصر لتنظيم الدولة هناك وأشرف على التحقيق قائد القوات البري الأمريكية الجنرال مايكل جاريت فتح تحقيق العام الماضي بعدما نشأت صحيفة نيويورك تايمز تقريرا اتهمت فيه الجيش الأمريكي بمحاولة التستر على وجود ضحايا غير مقاتلين في عداد قتل الغارة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر